السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة الشف صلاح البطني قبل ما نبدو فيديو تانا تانهاليو ما تنسوش تصلي وتسلم على رسول الله لها أفضل الصلاوات وما تنسوش تابونيو في القناة وتفعلوا زر الجرس باش يصلكم كل جديد وصفاتي ايضا ما تنسوش تكتروني من اللي جامل هادلا فيديو تبارتاجيوها مع احبابكم باش توصل أكبر عدل من المتابعين اليوم ان شاء الله رح نشارك معكم فيديو جديد في زوج وصفات شاركتوا معكم بمناسبة الدخول الاجتماعي يعني عودة المدرسة وعودة الناس لخدمة تاحهم وصيرتوا نسالي خدامين هاد الوصفات رح يساعدوكم بزف رح نشارك معكم هادلا كيش بأسهل طريقة وأسرع طريقة وتجي بزف بليناء وما تديش منكم حتى نصف ساعة في تحذر ورح نشارك معاكم ايضا فتور الصباح وللقاء وتعاصر هس فينشتاع الملعقة ما فيش مكونات كثيرة وفي عشر دقائق قمتوا ما حضرتوه تخليه شويه يخمر وطيبوه وتعسله والوصفة من اروع ما يكون اجي مقرمشة ودخل الطريقة اروعة ان هادو ما وصبتنا انتمنى انهم ينالوا اعجبكم نمر وذوق الطريقة تحذرنا بدوه مع الوصفة انتع لا كيش دعنا اول حاجة عندي 250 غرام انتع فارينة حطيتها في بلوندو ترافاي شكلت حفرة في المنتصف وعندي 125 غرام انتع زبدة مش مارغارين انتع زبدة عندي ايضا قرصة انتع الملح وراح نحاولو انبسو هذيك الزبدة بهذيك المارغارين ندخلو هذيك الزبدة في الفارينة العاجين راهو ما يتعجنش فقط تلم واذا ما كانش عندكم الزبدة تقدروا استعملوا 125 غرام مارغارين ولكن من الاحسن ان نديرو الزبدة بعد ما انبسوا هذيك الفارينة مع هذيك الزبدة والقرصة على الملح نجيبوه صفر بيضاء ونجيبوه حوالي زوج ملعق ولا ثلث ملعق انتع الماء حسب النوعية تعالفارينة انا ادتلي ثلث ملعق فقط واللي هنا كما كنت شوفوه كرازي واذاك العاجين فقط ولموه بلا ما نعجنوه من بعد راح نغطيه بالبابي فيلم ونخليوه في الثلاجة على الاقل على الاقل مدة نصف ساعة هذي طريقة ومن جهة اخرى نذهب له البصلة تعنا او نكرملوها نجيبوه مقلنا ندلو فيها شوية زيت عندي حبة ابصل قطعتها شرائح وراح نقص لها النار ونخليها حتى نطلق الماء ومبعد نقويلها شوية حتى نتاخد لون محمر وتجي ذبلة يعني تجي مكرملة من جهة اخرى العاجين تعي بعد ما مرتلي نس ساعة نجيبو بابي كويسون وراح نفتحوه بسومك اللي يكون متوسط ما يكون شرقيق بسف وما يكون شخشين ونجيبو البلاتو او القالب اللي راح نطيبو فيه لاكيش تعنا نحطو فيها العجين نسوي هو مليح علي بوردير ومبعد بالموس فقط نحول هذو كل جوان بالزايدين نثقبوها وراح نفوتوها للفرن على ميو ثمين درجة نشعلوها من تحت مدة عشرين دقيقة تنشف هذهك العجينة وتشوفوها كلي بدي دخلها طيب ونروح وحنا الوقت نخليو العجين تعنا في الفور رحو ندلو ثلز حبة نتاع البيض مع زوج علب تعطون تاززيت كم ممكن دلو طبيعي عندي ايضا كمية من المعدنوس وعندي فرماج رابي الفرامج قدما تديرو قدما رح تجي لك يشتعون بنينا عندي الهنا نستعملت فرماج رابي انتاع ترتيليس سبيسيال بيزا عندي ايضا سنة انتاع الثوم وعندي علبات على كرام فرش علبة كاملة وراح نضيفو ايضا هذاك البصل اللي كرملته خليوه يبرد باش نضيفوه وعندي ايضا فرماج ثلاث اجبال هذا تعترتيليس بلوس العلبة الخضراء هذي انا البيدو ما بقى ليش به بزا فترك لكم بيش حل من وصفه وناكلوه حتى في الدار يعني مع الخبز الايطالي وبزا بلين رح تلقوه في اليسوبيرات موجود في اليقرونسوير فاصلنا شوية تعل ملح وشوية انتاع الفرفل هذا وش ندير وتقدروا تضيفوه في هذي كلاكيش تاعكم وش تحبوه في الحشو وتقدروا تنحيوه وش تحبوه بعد ما خلطت هذك المكونات كان مع بعض رح نجيبوه زوج حبات انتاع طماطم نقطعهم على شكل شلائح اللي تكون رقيقة نجيبوه العجين تاعنا بعد ما مرت علي عشين دقيقة هو في الفور شوفوا كفاشنشف تغيرلو ونتاعوه بدأ يدخلو الطياب رح نفرغو هذيك الافارس او هذك الحشو نسويوه بالملاعقة ومن بعد رح نحطوه هذيك طماطم عالوجه تحبو تديرو هذ المرحلة تحبو ما ديروها ش تخديوها عادية هذا يرجع لكم من بعد ندلوها شوية على ملح شوية في الكحل فقط لهذيك طماطم ما تكثروش بالزاف لانه الحشو روو مالح شوية فقط باش مجيناش نبعد طماطم سامطة ورح نفوتوها الفرن نعاودو نشعلوها من تحتها نخلي واحدتين العجينة تاخذ لون محمر نشعلوها من فوق تقراتينا وتاخذ هذ اللون الذهبي ونطفيو عليها ولكن يشتعنا تكون وجدة كيما قد تكون ما تديش منكم حتى نسو ساعة تحذرت على كيش حذروا العجين هو اللول خليوه مدة نسو ساعة في الثلاجة الحشو دقيقة وانتو ما حذرتوه وطيبوها هذا ما تديش منكم حتى الـ 45 دقيقة نص ساعة 45 دقيقة بعد ما أقسمتها وقطعتها هذي كلابات جاتكي لقاتوا الذهب وحدها تقدروا حتى تعتمدوا هذ العجين في وصفاتكم وذوق راح ندوك استيها معاكم هي كانت شوية سغونة سينوك تخليوها تبرد شوية على الأقل تدفى راح تكون روعة هذه وصفتنا لناها اليوم نروح وضك الوصفة الثانية انتع سفنش تعل الملعقة أول حاجة في ريسي بيو عندي كاس تحليب ليكون دافي ملعقة كبيرة السكر وملعقة كبيرة انتع خميرة الخبز نخلطهم لي حذ المكونات نحاولو نذوبو ذيك الخميرة والسكر وراح نضيف لهم زوج ملعق كبار انتع زيت نباتي نزيدو أيضا نضيفو زوج حبات انتع البيض بالبيض بالصفر وراح نخلطو هذ المكونات مع بعض جيدا حتى نشوفو هذك البيض وهذك الزيت نتمسجو مع المكونات الأولى انتع الحليب والسكر والخميرة نضيفو ملعقات على فاني باش ننحيو ريحت البيض بكري ما كانو شي ديرو وراح نضيف لهنا الست ملعق انتع سميد اللي يكون متوسط كاين بزاف اللي يخدموها غير بالسميد وكاين بزاف اللي يدرها غير بالفارينة وكاين يدر المزيج بين السميد والفارينة اذا درتوا بالسميد والفارينة راح تجيكم الحبة تعكم حرشة اذا درتوا بالفارينة راح تجيكم طالعة وتجيكم ليس الحبة تعكم واللي هنا كما كنت شو زيت ست ملعق عفوان انتع الفارينة يعني درت ستة سميد وستة فارينة درت ربعة في اللول وخلط وزيت ضفت زوج اخرين يعني ستة ستة السميد كما قدتكم أنا درت المتوسط قدروا تدير الرقيق نورمان ما يهم مش عندي ايضا نسمي العقا صغيرة انتع الملح نخلطوا هاد مكوينة كامل وراح نغطيها بالبابي فيلم ونخليها مدة نسف ساعة يضعف الحجم تاحا بعد ما يضعف الحجم تاحا العجين نعودوا نحيو ذاك البابي فيلم نليقى زيو العجين ونروح نضيبوه كما قدت لكم هاد الوصفة كاللي يديرها بالسميد كاللي يديرها بالفارينة وكاللي يديرها بالسميد والفارينة باش مالقوش تعليقات يبدو يتفلسفوا علينا وكما قدت لكم أيضا بالنسبة للعجين إذا درتوه بالسميد راح تجيكم الحبة تاحكم حرشة ما يجيش شكل تاحها رطب بس إذا درتوها بالفارينة راح تجيكم الحبة كيما براس كيما الليبيني يجي هاكي كرطبها والشكل تاحها شباب بس صح بهذا الطريق آثاني راح تجي من أرواع ما يكون خليوا العجين تاحكم بركية يرتاح من بعد نجيبوه مقلاء نضلو فيها زيت ما تكتروش بزيف الزيت نسخنوا هذيك الزيت تعنا نقصوا النار دعوها نار متوسطة ونحطوا السفنج تعنا حاولوا لازم يكون معاكم واحد يعاونكم كيتحطوا أنتم الحبة الإنسان الثاني اللي معاكم ولا اللي يعاونكم راح يرمع لها الزيت فقط باش تنفخ وتقعدوا وتقلبوا فيهم حتى ياخذوا لون محمر تشوفوا لهنا كيفاش جاو وبعد كيتعسلوهم راح تجي فيهم واحد القرمشة يعني مزيج بين طروة والقرمشة دخلت لقوهم فيهم يعني كما نقولوا إحنا يا الطراوة وعلى براء يجوا مقرمشين اللي هنا كما كنتوا حطيتوا على ورق ماص باش يتنحين هذيك الزيت الزيت من بعد نحاولوا نحطوهم على الطبسي كامل على بعضهم هكا ومن بعد نجيبوا العسل نعسلوهم بنفس طريقة نزيد نقلبهم للوجه الثاني نزيد نعسلهم اللي هنا أنا قلبتهم للوجه الثاني نجعلوهم شوية تعسيلة خفيفة اللي يبغي يشربهم الحليب باللللللللللللل اللاسل اللي يحبي يديرهم فالصكر اللي يحبي يديرهم المعجون المهم لكم الإختيار عنه ذر�تهم غير العسل هما يتندرون بالعسل وانتوما وش كان عندكم و squats ولوش تحبوو الديرو هذهيó وكما شفت ارينا نقللش فيكم بوصفات سهلة وسار marinade ومرأة لمرأة we will even be lost에서는iern jerta بالصح مرأة لمرأة Martin نعطيكم اقتراحات وأفكار وشوفوا هناك قسمها كيف تجي كما قلت لكم مزيج بين طروة والقرمشة ما بقى نقول لكم شاهدكم بالصحة ما تنسوش تبارتجيوا الفيديو مع الأصدقاء والإحباب أيضا ما تنسوش تخليوا لي أرأكم في التعليقات أي وصفة بغيتوها نحضرها معكم في الأيام القليلة القادمة هالله وفرواحكم السلام